بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وسلم ومن ولاه واتبع هداه وبعد أخرج الإمام الطبراني في معجمه بسنده عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته صدق نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ففي هذا الحديث يعالج نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قضية كبيرة عند الناس ألا وهي قضية الخوف من الرزق تخاف على الرزق وعلى رزق أولادك فيقول لك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تخاف من ذلك أبدا فالرزق محتوم وأنك لن تموت ولن تخرج من هذه الحياة الدنيا حتى تأخذ ما قدره الله لك من مال وحتى تأخذ ما قدره الله من رزق وحتى تستكمل أجلك فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون والخوف من الرزق في هذه الحياة الدنيا مهما حدث إنما هو نزغة من الشيطان الرجيم فالشيطان هو الذي يلقي في قلوب العباد الخوف من الرزق والخوف على رزق العيال وخوف على رزق الأولاد وكذا وكذا الله يقول الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم فقضية الرزق قضية محتومة عند الله تبارك وتعالى فلا تشغل بالك بها بل اذهب واشتغل واسع وامشي في هذه الأرض بالحلال كما قال ربنا تبارك وتعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور والله تبارك وتعالى تكفل بقضية الرزق في آيات كثيرة في القرآن الكريم فقال ربنا تبارك وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وقال ربنا تبارك وتعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم وقال ربنا تبارك وتعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وقال ربنا تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال ربنا تبارك وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون يعني سيأتيك رزقك وهو حق لك كما أنك تتكلم فلماذا الخوف بعد كل هذه الآيات التي تكلم الله تبارك وتعالى عنها في القرآن الكريم ما عليك إلا السعي ولا تطلب رزقك إلا بالحلال كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله يعني الرزق لسه مجاش إياك أن تفعل شيئا حراما لأن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته جل جلاله وتعالى في علا الرزق محتوم لك وقد كتب لك وأنت جنين في بطن أمه كما أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله إليه الملك فينفق فيه الروح ويؤمر بكتب أربع كلمات رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فلا تخافوا من هذه القضية وتوكلوا على الله تبارك وتعالى حق توكله يرزقكم الله تبارك وتعالى كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغضو خماصا وتعود بطهما هذا والله أعلى وأعلم وصل اللهم وسلم وبارك على مولانا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر